شايف إن الشباب سابت الكراءة خالص ده بسبب إن السوشيال ميدي إن هما بيستسهلوا ويسمع فيديو مدته 30 ثانية هل ده بيغني عن إن هو يطلع وإن هو يقرأ وإن هو يبحث في الكتب زي ما قال محمد صلاح كده هو خلينا نتفق إن أحدث إحصائية الميكروسيفت قالك إن إحنا بنعيش عاصر زاكرة السمكة يعني إيه زاكرة السمكة معروفهم عندها الزاكرة ضعيفة لإن مقاطع ريل الزمك حضرتك قلت والتنقل بين حاجة أو حاجة دي كلها بتخليل الإنسان بيركسي فنسبة التركيز عند الإنسان قلت في الديئة الوحدة عكس الأول كان نسبة التركيز قبل السوشيال ميديا كانت أعلى ولذلك حتى إحنا بنسميها السعادة الرخيصة وما فيش صبر عند الشباب إن هو يقعد يمسك كتاب أو يمسك جورنال أو يمسك مقال يفضل يقرأه لحد آخر وإن كان لما بيلاقي نقطة مضيئة بنشوفه بيجري وراء منها والكلام ده إحنا شفناه في معارض الكتاب اللي كانت معمولة في مصر المتولية بترتاح لي الفرصة يتعمل له أتفوسفير ويبقى فيه حجد نفسي ليه لا بيلجع على الترك تاني بس السوشيال ميديا مش لوحدها التسطيح الزهني اللي موجود في بعض البرامج الخاصة اللي بنشوفها في بعض القنوات اللي هي في كلاس سي اللي بيكلموا عن تفسير الأحلام وقراءة الفنجان والكلام ده كله ده برضو عمل تسطيح زهني عند الأولاد وتفسير الأحلام وكل الحاجات دي ملاش أي مرجعية علمية والأبراج إلى آخر يعني فده خلى برضو الشباب إيه لي خليه يعضي يبقى فيه بزل العناء أن يرى كتاب بعين ممكن واحدة بتقوله أنت برج إيه فهتحكي له الدنيا كلها ماشية إزاي فبقى فيه الاستسهال